وحنا في الفاصل كده جات سيرة طيب الزكر دائما رحمة الله عليه الكابتن إيهاب جلال وصلاح اشتغل مع الكابتن إيهاب جلال حلو ان انت تفكر نبهل الحجم طبعا الله ارحمه شخصية محترمة وإنسان اشتغل معنا في ام بي حوالي 12 ماتش هو الله ارحمه طبعا كفكر في الكورة هو دخل في وسط المنظومة وطبعا بيدي المحاضرات وبدأ شوية انه هو يشرح لك الخطط بتاعه وطريقة اللعب انا بالنسبة لك يا صلاح الله ارحمه يا قلت يا عبقاري ده بجد يا هو عبقاري قوي بقى يا تفاصيل عنده كابتن إلى حد ما بيقلد أو بيعمل يا فهم لا مع تكرار المواقف وعمل اللي بقولك عليهم لك شو دعوة ده تفاصيل غريبة بجد يدكو الثقة قوي اول ماتش تتعدل 8 ماتشات ما يكسبوا ربعا بنفس التفاصيل اللي هو بيتكلم فيها فش هيسمع اه ألعب طويل ولا الكلام ده بس في ماتشات كابتن ألعب كان هذه في بعض التفاصيل وده من وزاة المدرب اللي هو الكوتش الجامد يبقى مرن خططي يبقى فاهم الدنيا فين التفاصيل هو الكابتن مثلا في مطش الانتاج الحربي والسبع ماتشات بنلعب بنبلد اوب من تحت بيحتحط مثلا لو لعبنا بتلاتة وراء رمي صبري في القلب وفي امبي وعلى يمين أنا مساك من ناحية اليمين وحمدي فتح مساك من ناحية الشمال مساك من ناحية الشمال الناس مستغربة ان حمدي لعب مساك مطش المنتخ كابتن اهاب عاملها الله يرحمه من ثمان سنين ان حمدي فتح يلعب مساك دي من ثمان سن كابتن اهاب عملها جا في مطش الانتاج الحربي غير السيستم مين بيعرف ياخد الكرة التانية وهما المواصفات او الميزات بتاعتهم المميزين في الطريقة دي كان حمدي انه ياخد الكرة التانية كويس فيها اوي طبعا ومحمد طوبة خلى مجد افش ينزل ستة في مطش الانتاج الحربي غريبة قالها هنبدأ كده ربع ساعة هنلعب الطويل افشة ستة عشان رجله مزبوطة عشان ياخد الكرة ويبني لا مش هنبني ده غير السيستم ده غيره خالص ده فجأنا احنا كمان مكن افشة رجله مزبوطة اه هو خلاص هو جت الفكرة في دماغي الكابتن النهاردة هنلعب اول ربع ساعة هنلعب الطويل وحط صلاح محصن وعرف السادي اتنين فرعودة جاب افشة ستة تمانية وتمانية تمانيتين توبة وحمد فتحي ولعب الطويل افشة رجله مزبوطة يعرف اللعب الطويل ايفلم لو من تحت جزء الخلف هيوصل وتاخد الساكن ده بول اللي هم مين الموازين فيهم توبة وحمدي جنين اقوروا باسعة وراح قليب الطريقة تانية العب بلد فلأ مش طبيعة الله رحمه عبكري شين ميزة في كابتر عاب جلال انا معدتش معاي لعب اشتغل مع عاب جلال اللي لما بيحبه مهنيا وشخصيا كمان انسان سوي انسان سوي اه طبعا انسان سوي جب جد يعني محبة ابنه اخو صغير اعيان كان بقى بيحطك في منظور ايفن هو معك في امبي طريقته النفسية بقى بفكورة بقى الزمالك جمدين والاهل جمدين وانت تبقى جمد بتكرار الشغل والفهم انت برضو مش قليل اتعب وتكرار الشغل وتفهم انت بتعمله هتوصل للمكان ده هاي فهو كان بنفسي كويس قوي جوه وبره هم انت بتتكلم مسلا في فلوس 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 بجد وكافئة ماتش هو الله ارحمه لايحد بقى متين في المية افعام تلاقي بتطلع له العمال والله هم ما باجزب ياخدش جنيه اه يعني هو مبلغ كبير انا مش عايزه له الرقم ياخدش منه جنيه ده بجد والله الله ارحمه فانك الناس المحبة دي من ربنا فيه خير فيه بزرة خير طبيعي خلوصو